التقى الامين العام للجنة المركزية للحزب الشويع الصيني الرئيس الصيني يوشي جينبين رئيس حزب العمال الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لكوريا ديمقراطية كيم جون اون في بكين فيما تستمر هذه الزيارة غير رسمية من الاحد حتى يوم الاربعة تفاصيل في التقرير التالي هذه اول زيارة خارجية معلنة لكيم جون اون منذ توليه منصبه عام 2011 وياتاتي قبل المحادثات المقترحة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واجر الرئيس الصيني شي جينبين محادثات مع كيم جون اون في قاعة الشعب الكبرى وقد حضر كيم جون اون وعقيلته رئيس الجو مأدوبة ترحيب وشاهدوا ارضا فنيا واهمنت قضية شب الجزيرة الكورية على المحادثات وقال شي ان الصين ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي وحماية السلام والاستقرار في شب الجزيرة وتأمل في حل المشاكل من خلال الحوار والتشاور وتدعو جميع الاطراف الى تحسين العلاقات بين الكوريتين وبذل جهود ملموسة لتسهيل محادثات السلام من جانبه قال كيم جون اون ان كوريا الديمقراطية ملتزمة بنزع السلاح النووي في شب الجزيرة الكورية وان البلاد عازمة على تحويل العلاقات بين الكوريتين الى علاقات مصالحة وتعاون واكد ايضا استعداده لعقد قمة مع الولايات المتحدة كما ناقش الزعيمان سبل تحسين العلاقات الثنائية وقدم شيء اربعة مقترحات اولا مواصلة التبادلات رفيعة المستوى وثانيا الاستغلال الكامل للاتصالات الاستراتيجية مع زيادة الدور المهم لتبادلات بين الحزبين ثالثا دفع التنمية السلمية وبدل جهود مشتركة للمساهمة في السلام والاستقرار الاقليميين ورابعا دعم اساس لارادة الشعبية للصداقة نصين وكوريا الديمقراطية هذا ونقلت وكالة الانباء الرسمية لكوريا الديمقراطية عن كيم جون اون وصفه للقمة مع الرئيس شي جين بن بانها علامة فارقة في تحسين العلاقات الثنائية وذكرت الوكالة ان جانبين التفقاء لان الحفاظ على العلاقات الثنائية الودية يعد خيارا استراتيجيا مشتركا